اشتركوا في القناة المؤتمر عرم من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الدولية والتي تهم دول وشعوب العالم ومن بينها تعزيز جهود المجتمع الدولي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة وكدام علي وزير الخارجية أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر العالمي تعكس سياستها الراسخة القائمة على مد جسور التعاون وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم وزيادة أوجه التعاون الثنائي والجماعي بما يسهم في استمرار مسيرة التنمية والنهضة في المملكة وأشار إلى أن تطورات الإقليمية والدولية تفرض دائما الحوار الجماعي والنقاش المتواصل من قبل المجتمع الدولي لأجل الاستفادة من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق الرخاء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وتجاوز الأزمات التي تواجه الكثير من الدول كما شارك مع علي وزير الخارجية في ندوة إيجاد حالة توازن في الشرق الأوسط حيث جرى بحث القضايا الإقليمية الراهنة بحضور وزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة ووزيرة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية ونائبي رئيس الوزراء بالجمهورية التركية وعدل من مسؤولي دول العالم وردا على بعض الأسئلة التي أثيرت خلال الندوة شد دام علي وزير الخارجية على ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادئ حسن الجوار وبالقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التي تمنع كل صور التدخل في الشؤون الداخلية للدول محذرا مع عليه من خطورة العبث في الحدود القائمة بين الدول والمتعارف عليها دوليا ومن محاولات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وأضاف معالي وزير الخارجية أن المنطقة في حالة تغيير مستمر وهو ما يفرض على جميع الدول أن تقوم بدورها في تنمية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها موضحا أن هناك من يريد التغيير من أجل البناء والتقدم بينما هناك من يعمل على التغيير لتوسعة نفوذه على حساب أمن المنطقة وأطالب معالي وزير الخارجية جميع دول المنطقة أن تعمل لصالح الجميع وليس لمصالحها الخاصة والانخراط بشكل إيجابي وبناء في البحث عن سبل تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون المشترك والتوصل لحلول ومعالجات جذرية للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة أجمع ولكي تسود مبادئ التسامح والانفتاح على الآخرين والتي اتسمت بها المنطقة لقرون طويلة بما مكن الثقافة العربية والإسلامية من الإسهام بفعالية وإيجابية في التقدم الفكري والثقافي وعلى مستوى العالم أجمع مؤكدا على أن القوات الدولية تقوم بدور مهم بالعمل مع حلفائها لأجل الحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة كما كان معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تشهد تطورا وتقدما في مختلف المجالات